مشاهدين الكرام مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الجوية لليوم سبت ستة أو تلفين وثنو عشرين وأبرز مميز لأربع عشرين ساعة الفارطة ونزول بعض الأمطار العادية في عدد من معتمديات الشمال والوسط البارحة على كميات كانت بنذور من ولاية زغوان عشرين مليمتر كميات التي تروحت من بين مليمتر إلى خمستاش في عدد من معتمديات ولاية الكاف تم تسجيل مليمتر وحيد بيتالة من ولاية الجاسرين وسجلت خمس مليمترات بمعتمر بالنسبة لولاية المنستير اليوم مع تنقل تيرت له إلى قطاع شمالي سجلنا تراجع تفيف في درجة حرارة والأرقام ظهران كانت من بين تسعة وعشرين لأربعة وثنين درجة بالمناطق الصحلية وبالمرتفعات وقيم الحرارة كانت من بين لأربعة وثنين إلى تسعة وثنين ببقية مناطق البلاد ومميزات تقسي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لسوء القمر الاصطناعي وكما تلحدوا كنا معانين بظهور بعض أصحب على كاميرا البلاد ونشاط الخلايا العادية في فترة ما بعد ظهور بالشمال وبالمناطق الشرقية م الجنوب والصح مرتقب خلال الليلة القادمة قد نشهد تقريبا فترات قليلة تصحب درجة حرارة ليلا من المنتظر كانت تروح بين سبع وثنين 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 درجة تصل إلى أربعة وثنين بالجنوب الغربي ويتكون في مستوى الخمسة وعشرين درجة بالمرتفعات الغربية للبلاد ونشاط نسبي مرتقب الرياح في المناطق الصحلية وين قد تسل سرعاتها محليا إلى مستوى الاربعين كيلومتر في الساعة خلال يوم الغد إن شاء الله امكانت نزول أمطار محلية رادية متروح في عدد من المناطق الصحلية الشرقية في معدد ذلك تقسي كونسافي إلى قليل أصحب وقد نسجلوا ارتفاع تفيل في درجة حرارة مقارنة بالأرقام لميزة ظهر هذا اليوم كل عادة قد تبلدنا بتونس الكبرى قد نسجلوا 37 ظهران 36 بنابل 32 بقليبي نتوقع تزيل 35 ببنزرت و36 بزغوان بمناطق الشمال الغربي درجة حرارة القصوى تكون في مستوى 37 بباجا بجندوبة 36 بسريانة 35 درجة بالكاف نتوقع تزيل 33 بتالة أعلى بالقيروان 40 بجية الساحل بسوسة بالمناسير درجة حرارة ظهران تكون في حدود 36 درجة قد نسجلوا إلى 34 بالمهدية 37 بسفاقس بوزر قرقنا سيليبوزيد 37 أيضا بالقاسرين 35 وبمناطق الجنوب الغربي نتوقع تزيل 38 بقبس 39 بتوزر بيكبلي درجة حرارة ظهران تكون في مستوى 39 مع ظهور الشيلي 36 بقبس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربا نتوقع تزيل 35 درجة 37 بمدين 36 بتطوين وبرمدى بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس ريح تكون في أغلبها الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى مستوى 25 وبحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال بخليج حمات وبجية الساحل وصولا لمنطقة الشابة ريح تكون غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 25 تتجاوز 35 في شكلها بيت والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب والرياح تتنقل لتكون شمالية شرقية بخليج غابس سرعتها دون مستوى 15 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بسواحل اسفاقس غابس ومدين كالعادة قدموكم فكرة حول حالة تقس ببعض مدن والعواصم العربية والأوروبية نتوقع تزييل تزييل ترابلوس مؤشرات نزول الأمطار محلية بالخرطوم مع تراجع درجات حرارة إلى مستوى 31 درجة نتوقع تزييل 36 بالقاهرة بالبقاء المقدسة نتوقع تزييل 43 بالمدينة منورة سحب قليلة بمكة المكرمة 39 سميت كونسافيا بالدوحة بأبوذبي 34 بمسقط حرارة في مستوى مرتفعة بالكويت 47 ببغداد والتقس يكون مشمس بالشرق الأوسط بدمشق نتوقع تزييل 39 درجة بيروت 32 بالقدس الشريف 31 بإسطنبول وبأوروبا بيروما نتوقع تزييل درجة حرارة ظهر نتكون في مستوى 37 درجة مع ظهور بعض صحوب عابرة بفيينة 27 ببرلين 25 درجة تخصف إلى قليل صحوب بلندن أمستردام بريكسل وبريس جونيف 29 درجة 32 بمرسيليا وبشبه الجزيرة الأيبيرية 37 بمدريد و24 بلاشبونة تطور أضع الجو خلال أيامات القليلة القادمة عودة صحو الأجواء على كمل البلاد والتقسي يكون قليل أسحب مع انطلاقة الأسبوع القادم بإذن الله تايرات هوئية في أغلب من قطاع الشمالي ضعيفة لمعتدد وقد توصل السرعة إلى مستوى 40 كم في الساعة بالسوحل الشمالية تبعا لذلك بحي يكون مضطرب بالشمال قليل على اثراب ببقية المجالات البحرية ودرجات حرارة ظهر نتكون من بين 34 إلى 38 درجة بالمناطق السحلية ومن بين 38 إلى 42 داخل البلاد مع ظهور الشيلي خلال اليوم الثلاثاء نتوقع أن الأجواء تكون مشمسة بأغلب المناطق تدافق طائرات هوئية في أغلب من قطاع الشمالي بالشمال وبالوساط الشرقية بمناطق الجنوب معدل سرعتها قد يكون من 35 إلى 30 كم في الساعة بحي يكون هدأ إلى قليل الاثراب واستقرار نسب مرتقب فيما يتعلق بمؤشر الحرارة موعد الشروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق الشمس إن شاء الله يكون في الساعة الخامسة وتسعة عشرين دقيقة وغروبه في الساعة سابعة وعشرون دقيقة لمزيد من المعلومات والرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرسل الجوي موقع الويب تردو بلو فيب وميتيو بوينتين رقم الموزع الصوتي وتنجم تتفعل معنا أيضا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس وما جورها اليوم الغد ساعة صبح بداية من الثالثة وخمسون دقيقة دور منتصف النهار وثين وثلاثين دقيقة ساعة العسر في الساعة رابعة وثلاثين دقيقة ساعة المغرف في الساعة السابعة وثلاثين وعشرين دقيقة ساعة العيشاء بناله في الساعة التاسعة الدقيقة هكذا نكون صنع الخاتمة نشرتنا ختاما شكرا على حص متابعة والاهتمام وإلى اللقاء